السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم إسلانة عبدالهادي من مدرسة جيل الراشد اليوم إن شاء الله سنأخذ درس المحفوظات للصفة الخامس الأساسي سنبدأ بقراءة الأبيات ثم التعريف بالشاعر والإجابة عن الأسئلة في وجه عبدالله ألمح وجهه ما زلت أسمع صوته وأراه أن التفتت حيت بيا عيناه فكأنه بيا ساكن وكأنني أحيا به أو أنني إياه من قال غاب وملء قلبي من شذا أنفاسه ورد يفوح شذاه تلك ابتسامته التي ما فارقت شفتيه مشرقة كشمس ضحاه أنا لا أصدق أن يغيب الزهر عن بستانه والنهر عن مجراه في وجه عبدالله ألمح وجهه فكأنني ألقاه إذ ألقاه يا ابن الحسين ويا أباه على المدى ستظل خالدة بنا ذكراه هذه الأبيات الشاعر حيدر محمود يمدح بها الحسين بن طلال طيبة الله ثراء حيدر محمود هو شاعر أردني ولد في حيفا واشتهر بشعره الوطني إذن كان يكثر من الشعر الوطني قال هذه القصيدة في الذكرة السادسة والسبعين لميلادي باني نهضة الأردن المغفور له الملك الحسين بن طلال طيبة الله ثراء التي تصادف الرابع عشر من تشرين الثاني لتوضيح بعض المعاني التفت أو التفت تعني نظرت في عنا يفوح ما معنى يفوح ينتشر على المدى ما هو المدى؟ المدى هو العمر الطويل خالدة تعني باقية أسمع أسمع هل هي فعل أم اسم يا خامس أسمع هي فعل ما زمنه؟ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره تلك هي اسم إشارة تلك هي اسم إشارة أما التي فهي ماذا يخامس هي اسم موصول كشمسي لو سألتكم ما نوع الكاف في كشمسي؟ الكاف هو حرف جر يفيد ماذا؟ يفيد التشبيه إذن الكاف حرف جر يفيد التشبيه يأتي بعده دائما اسم مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة على آخره أن يغيب أن يغيب أن من أدوات ماذا؟ من أدوات نصب الفعل المضارع إذن هو حرف نصب يأتي بعده فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ألمحوا فعل مضارع لم يسبق بناصب أو بجازل إذن يبقى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره على حذجر المدى اسم مجرور وعلامة جره الكسر المقدرة لماذا مقدرة؟ لأنها لن تظهر على الألف نقرأ المفردات ما معنى أنها؟ أنها تعني أينما يفوحوا؟ ينتشروا؟ سبق أن تعرفنا عليها هنا شذا تعني الرائحة الطيبة أيضا تحدثنا عنها أثناء الشرحة هذه المعاني يحفظ دائما كما اعتدنا على ذلك الآن الأسئلة ما مناسبة القصيدة؟ لنتعرف على المناسبة التي قيلت فيها هذه القصيدة المناسبة هي الذكرى السادسة والسبعون لميلاد المغفور له الملك الحسين بن طلال السؤال الثاني كيف عبر الشاعر عن حبه لجلالة الملك الحسين بن طلال في البيت الثاني؟ لا ننسى ترقيم الأبيات يا خامس واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة كيف عبر الشاعر في البيت الثاني عن الحب؟ هاي البيت الثاني فكأنه بي ساكن وكأنني أحيا به أو أنني إياه أي عبر عن هذا الحب في هذا البيت السؤال الثالث بما شبه شذا أنفاسه في البيت الثالث لنعود إلى البيت الثالث ونقرأه سويا من قال غاب وملء قلبي من شذا أنفاسه ورد يفوح شذاه أي شبهها بورد يفوح برائحته الطيبة وينتشر في كل مكان السؤال الرابع بما وصف فسامته في البيت الرابع وصفها بإشراقة الشمس في الضحى السؤال السادس أو السؤال الخامس وصف الشاعر الملك الحسين في البيت الخامس بصفتين اذكرهما البيت الخامس أنا لا أصدق أن يغيب الزهر عن بستانه والنهر عن مجراه أي وصفه بالزهر ووصفه أيضا بالنهر إذن وصفه بالزهر والنهر السؤال السادس ماذا يلمح الشاعر في وجه الملك عبد الله الثاني يلمح في وجهه وجه أبيه الحسين رحمه الله لا ننسى يا خامس تدوين الأفكار الرئيسة البيتان الأول والثاني يتحدثان حضور شخص الملك الحسين بن طلال جلست الجدة تحدث حفيدتها علياء عن قريتها الصغيرة التي عاشت فيها مع والديها وإخوتها وكانت تمسك بيدها مفتاحا قديما تنظر إليه إغرارقت عيناها بالعبرات وبصوت حزين قالت لحفيدتها لن أنسى فلسطين ما حييت ولن أنسى قريتي التي تقع على سهل أخضر تكثر فيه أشجار التين والزيتون وكروم العنب وغير بعيد عنها بيارات البرتقال والجبال تكسوها أشجار السر كنا في المساء نجلس تحت شجرة جوز قديمة في ضوء القمر نستمع إلى بطولات يحكيها لنا جدي عن صلاح الدين الأيوبي وعن تاريخ وطننا العريق وعن تاريخ القدس والمعارك العظيمة التي جرت على أرضها وخاضها الجيش العربي الأردني على ثراها كنت في الأعياد أذهب مع والدي لأصلي صلاة العيد في المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس وكم كان يعجبني بناء قبة الصخرة من الداخل والخارج ثم نزور المسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل كنا ننعم في قريتنا بحياة هادئة رغيدة سعيدة ثم نظرت الجدة نظرة فيها حنين وقالت كنا نعيش في أمن وسلام آمل أن يبزغ فجر جديد على أمتنا لنعود إليك يا فلسطين قالت علياء وأنا آمل يا جدتي أن أرى فلسطين محررة من الاحتلال الصهيوني العبرات العبرات ننتبه هي خامس إلى الضبط ليست عبرة وإنما عبرة بفتح حرف العين وفتح حرف ألبا طبعا هذا الجمع هو جمع مؤنث سالم مفردها ماذا عبرة وهي تعني الدمعة عبرات تعني دموع أجار ما نوع الجمع في كلمة أجار هو جمع تكسير مفرده ماذا شجرة بيارات ما نوع الجمع في كلمة بيارات هو جمع مؤنث سالم ينتهي بالألف كما العبرات بيارات مفردها ماذا بيارة الجبال ما نوع الجمع في كلمة الجبال هو جمع تكسير مفردها ماذا جبل تكسوها ما معنى كلمة تكسوها تكسوها تعني تغطيها وطننا العريق ماذا تعني كلمة العريق العريق تعني القديم المعارك نوع جمع في كلمة المعارك وجمع ماذا تكسير مفرده معركة جرت ما معنى جرت معركة أجرت أي معركة حدثت على ثراها على حد جر ثراها اسم مجرور ماذا نعني بالثراه؟ الثراه هو التراب إذن ثراها ترابها كنا ننعم كنا ننعم ما معنى كلمة ننعم؟ ننعم تعني نسعد ننعم نسعد وهو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ثم ما نوع الحرف ثم حرف عطف سبق أن تعرفنا على حروف العطف آملوا ما نوع الهمزة هنا هي همزة مد وتم التعرف عليها في الفصل السابق أما الأفكار الرئيسة أرجو تثبيت التسجيل على الأفكار الرئيسة اليتم نقلها وتدوينها على الدفاتر كما اعتدنا في الغرفة الصفية الأفكار الرئيسة لدرس فلسطين الفكرة الأولى تتحدث عن الفقرة الأولى الموجودة في الكتاب وهي الجدة تحمل المفتاح وتتحدث عن فلسطين لحفيدتها الفكرة الثانية الجدة تستعيد ذكرياتها في فلسطين الفكرة الثالثة الأمل واليقين باستعادة فلسطين محررة أضف إلى معجمكها اللغوي البيارات هي مزارع الحمضيات حياة رغيدة حياة طيبة يبزغ يشرق ننتبه إلى ضبط الكلمة ضبط الكلمة يبزغوه الزاي ضمه الغين ضمه غرورقت امتلأت بالدموع حفظ هذه المعاني حفظ غيباً يا خامس ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة العبرات تعني ماذا تعني الدموع سبق وأن تعرفنا عليها ننعمو تعني نسعدو تكسوها تعني تغطيها استخرج من النص ضد كل كلمة مما يأتي ماذا أطلقنا على الكلمة وضدها؟ أطلقنا عليها الطباق الطباق تعني الكلمة وضدها خوف ما عكسها أو ما ضدها أمن محتل ماذا عكسها؟ محررة جديدة قديمة الآن ننتقل إلى أسئلة الفهم والاستعاب سنقوم بقراءة الأسئلة ثم الإجابة عنها شفوياً سأراعي بذلك التأني في قراءة الإجابة حتى تتمكنوا من تدوينها في دفاتركم السؤال الأول عما تحدثت الجدة إلى حفيدتها؟ الإجابة تحدثت الجدة إلى حفيدتها عن قريتها الصغيرة التي عاشت فيها مع والديها وإخوتها السؤال الثاني ما المفتاح الذي كانت تمسكه الجدة بيدها؟ المفتاح الذي كانت تمسكه الجدة بيدها هو مفتاح منزلها القديم في فلسطين السؤال الثالث أين يقع المسجد الأقصى المبارك؟ يقع المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس السؤال الرابع في أي مدينة فلسطينية يوجد المسجد الإبراهيمي الشريف؟ يوجد المسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل ما الأحاديث التي كانت تسمعها جدة علياء من جدها؟ كانت جدة علياء تسمع من جدها عن بطولات صلاح الدين الأيوبي وعن تاريخ وطنها العريق وعن تاريخ القدس والمعارك العظيمة التي جرت على أرضها السؤال السادس بما وصفت الجدة قريتها؟ وصفت الجدة قريتها بأنها تقع على سهل أخضر تكثر فيه أشجار التين والزيتون وكروم العنم السؤال السابع ما المقصود بهذه العبارة؟ آمل أن يبزغ فجر جديد على أمتنا المقصود أنها تأمل أن يحل السلامة والحرية مكان الحربي والاحتلال السؤال الثامن ماذا أملت علياء بعد سماع حديث جدتها؟ أملت علياء بعد سماع حديث جدتها أن ترى وطنها فلسطين محرراً من الاحتلال الصهيوني لأنها لا تعرفه إلا من أحاديث جدتها ما واجبنا تجاه فلسطين؟ أترك لكم يا خامس حرية التعبير والإجابة أتركوا في القناة